اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الزراعة وسط صلاح الأراضي سيد القصير ووزيرة التجارة والصناع نبين جامع لذلك لمتابعة منظومة الصادرات الزراعية وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الانتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا ودوليا وربط الانتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلاة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية والتي تشمل 350 منتجا زراعيا متنوعا يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية حيث سجلت الصادرات المصرية تفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها نحو 65 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار لتصبح مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبئة ترجمة نانسي قنقر